وبالتأكيد قرأت اليوم أو استماعت أو تصفحت بعض من ردود الأفعال الفرنسية أقول الفرنسية على هذه الزيارة بشكل إجمالي قبل أن ندخل في التفاصيل كيف ظهرت زيارة الدولة لرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا في وسائل الإعلام وأيضا النخبة الفرنسية نعم أحييك وأحيي ضيوفك وأحيي المشاهدين زيارة الرئيس السيسي كانت زيارة الدولة بالتأكيد وهذا النوع من الزيارات هو أعلى مستوى الزيارات زيارة هامة تنقلتها أغلب وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة وتعلقت عليها وهناك برامج تمت فيها مناقشة العلاقات المصرية الفرنسية وتطلعات هذه العلاقات وما فهمته منها أنها تشكل زيارة مهمة لوضع شراكة حقيقية بين مصر وبين فرنسا خصوصا في ملفات غاية في الأهمية تشكل طبعا أهمية خاصة بالنسبة للدولتين مصر وفرنسا وتتعلق بالبحر الأبيض المتوسط بإفريقيا بالقضية الفلسطينية كل هذه الملفات الوضع في ليبيا بالتأكيد كل هذه الملفات ملفات حاسمة وأعتقد أن فرنسا وجدت في مصر الشريك الأهم ربما لبعث هذه الشراكة الجديدة باعتبار أن مصر الآن أصبح لها ثقل إقليمي هام جدا وأصبحت هي التي ربما يعول عليها في إخراج منطقة الشرق المتوسط أو العالم العربي من منطقة فراغ إلى منطقة مهمة تقودها مصر وتمنع قوى إقليمية أخرى من التمدد على حساب الأمن القومي العربي ومن تم على حساب دول أخرى وعلى رأسها فرنسا الكل يعرف أن هناك تهديد إقليمي من تركيا الكل يعرف أيضا هناك تهديد إقليمي من إيران وخلال الفترة الماضية كان هناك فراغ شبه فراغ الآن هذا الفراغ لم يعد موجود قوة الجيش المصري والتقنيات العسكرية التي تحققت في مصر هي التي قلبت الموازين وبالطبع فرنسا يهمها جدا أن تكون مصر شريكة لها خصوصا أن فرنسا ليست فقط دولة أوروبية وإنما هي دولة متوسطية وتعتبر في البحر الأبيض المتوسط جسر هام جدا يربطها بإفريقيا لأن هناك مصالح كبيرة جدا لفرنسا في إفريقيا وهي مهددة من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر